لا بطا حيرا لا حيب السنة لا بطا حيرا لا حيب السنة أعلن رجل الأعمال بهاء الحريري مدى يده لكافة أطياف المجتمع اللبناني مؤكدا أن ما يحمله من رؤية وأفكار سياسية واقتصادية سيخدم جميع اللبنانيين دون تفرق أو تمييز كما كانت عليه مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عراب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية داعيا الجميع للعودة والتعاون لإكمالها لا حيب السنة الله أكبر وجدد بهاء الحريري تأكيده استكمال مسيرة والده من خلال ما يملك من رؤية وأفكار سياسية واقتصادية وتسخير كل علاقاته الدولية وإمكاناته وخبراته لخدمة لبنان وانتشاله من أزماته ونهوضه مجددا وتحقيق حلم والده من خلال تحقيق المشاريع المستدامة في الشمال كما اعتبر الحريري أن الكوارث السياسية التي حصلت في لبنان أتت بعد استشهاد والده خصوصا التحالف الرباعي ورأى أن مشروع الطائفة السنية يوازي مشروع الدولة مشددا على موقفه الرافض للتطرف وأكد على أهمية التعايش المسيحي الإسلامي المشترك وأضاف أعتذر عما حصل من أخطاء طالت مسيرة والدي رغم أنني غير مسؤول عن هذه الأخطاء وتركمها منذ العام 2005 حتى العام 2019 والتي أدت إلى الانفجار الاجتماعي والذي تجدد في العام 2022 حيث كنت قد حذرت سابقا بالقول أن الآتي أعظم وهذا ما دفعني للتريث لدخول المعترك السياسي وأوضح الحريري موقفه الداعم للثورة معتبرا مطالبها محقة كما أعلن عن نيته فتح مكاتب ومراكز له في كل لبنان تعنى بالشأنين السياسي والاجتماعي مواقف الحريري جاءت خلال استقباله أعدادا كبيرة من الوفود الشعبية وناشطين وفعاليات من مختلف مناطق الشمال والتي نقلت مطالبها ومعاناتها الاجتماعية والصحية وأكدت وقوفها إلى جانبه ودعمها لمشروعه السياسي والإنمائي والذي بإمكانه إنقاذ لبنان من الانهيار من خلال المشاريع التي يمكن تحقيقها لمنطقة الشمال وجلب الاستثمارات لها ودعت الوفود لإعادة الطائفة السنية إلى موقعها الطبيعي مؤكدة وقوفها ودعمها الكامل له في الانخراط بالعمل السياسي لما يتمتع به من مزايا قيادية مشيرة إلى أنه سيكون خير خلف لخير سلف ترجمة نانسي قنقر